أستاذ وليد شوفناك اليوم قديش في عندك تأثر خلال إحيائك حفلك بلبنان أحد المعجبين جايب لك صور قديمة خبرنا عن هيدا الأمر سمعناك عم بتقله إنه هيدا الزمن الجميل هي الصور ذكرتني بالأيام البدايات لكن الإنسان قد ما ينجح لكن البدايات تبقى لنقط معينة بحياته هو الفرح النجاح السقوط ببعض الأماكن أو أوقات تتعلم منها فورجاني سدييان كتير مهمين بحياتي السديي مصوروا أنا زمان يعني اللي هي ألبوم كان صابرين اسمه وألبوم التاني تحت أرزكة لبنان ففوراً رجعت لورا هيك بإشة كتير بحياتي حلوة فقالت له هالإشة هي أو السدييات بذكروني بأحلى أيام عشتها بحياتي لكن الحمد لله رغم سنين ورغم الأيام بعدنا عم نعيش أيام صعبة لكن بدل جوتنا الأمل أن نعيش أيام أحلى ببعنه ذكروك بأيام حلوة بحياتك هيك بس ترجع الشريط الزكريات بسرعة وين وقف؟ لك أنا الزمن عمره ما وقف عندي لأنه أنا بشتغل فن مش بس شهرة واللي بشتغل فن بيبقى عايش دايماً مع فنه مع عوده مع ألحانه وأوقات بيخدني الفن بعمل أغاني مشتلى اللي دارج اليوم بيتل قيلول بكرة رح يرجع قيلول هاي أغنية بتعنيلي كتير يمكن أنا أغنية شعبية بيتل نقسم الأمر بيتل عصل بيتل أصحاب السعادة لكن بطلع اللي جواتي وأحاسيسي اللي أنا بكى ملحن فعمره ما وقف الزمن عندي دايماً أنا ما بحب المي الرائده مع أنه صدقيني شو ما بغني؟ بس قطلع على المسرعي بيتلبه القديم لأنه القديم عاشوا عليه وحبوا عليه وإيام حلوة كانت وما زالت لكن ما بحب بعيش أنا على الأطلال أو على مي راقدة إنه بس هؤل أغاني لا دايماً بسعى مثل ما عملت يا بحر مثل ما عملت العصفور مثل ما عملت هلأ أغنية أصحاب السعادة دايماً بدي يواكب هالشباب والجيل الجديد ونمسك العصر من نص هلأ وليد توفيق بعضهم وصر أنه هلأ الفيديو كليبات الجديدة اللي معقول تتصور كمان البنات الأصغر بالعمر يكونوا شوي بعيد يكون فيه بنت شوي مجيلة أو قريب شوي لعمر أبداً أبداً ما بيعني لي الأمر أنا كذا كليب عمرتهم من غير شي حتى عم النازل صرنا كفر صورة بس أنا بالمناسبة بدي وضح شغلي قبل ما ينزل الفيديو حيصير تعليق كتير على كترة نحنا فهمنا أنه أنت بتصر أن ما تكون أنا عم بطلب حتى من غير بنات اليوم لكن أنا كنت بحفظ انتخاب ملكات الجمال مس إليت بالقاهرة بالغردقة ففرصة أنا كنت عم بغني بالحفظ لقيت أنه أصحاب السعادة أغنية صيفية تحمل كتير من البهجة والفرح والسرور وعرضت على البنات وافقوا كلهم أنه يصوروا بالأغنية فعملت بتل دريكس يعني بتل اللي عم بيصير معنا هونيك أنه عم نغني وعم نفرح وعم نصهر هذه الفكرة وقالها صدقين الأغنية الحلوة لا بد بنات ولا بد شباب شفنا على السوشال ميديا من أيام كتير قليلة يعني اسم وليد توفيق كان كتير متداول بداية خلينا نضطر للموضوع الأخير الكوفية بالأردن والمنصف قداش حبيت أنه الكل كان عنده تفاعل بهالخبران والصور الأردن بلد بحبه كتير بلد التاني لأصحاب وأحباب من القيادات للشعب الحبيب والكوفية بتعني لي كتير بالأردن والمنصف يعني لي أنا بحب المنصف كتير فكانت فرصة حلوة أنه عزمونا على المنصف وأنا تصورت صورة والله بسط فيه إليه خوري صرأة ونزلها والكوفية أنا كنت بزيارة لكل معالم السياحة بالأردن بتوجيه من الدولة ووزير السياحة لأستاذ مكرم فأنا وهونيك صدفت معجبين لبنانية وأردنية فحمل الكوفية وحطوه على ظهري وهذا شيء بيساعدني بفتخر فيه خلينا نتطرق لموضوع تاني اليوم جمال بنتك نورهان كمان كان حديث السوشيل ميديا والكل كان عم بقول شوفوا بنته لواليد توفيق وجورجينا قديش عندها هالجمال وعم بيطالبوا أنه تشارك بمسابقة جمالية هل أنت بتوافق؟ أكيد الناس بيحبونا وبيحبوا جورجينا ونور ووليد الحمد لله الله حبيهن بيطلح حلوة بصورة حلوة أهم شيء صحة حلوة بولادي ما بيحبوا السوشيل ميديا كتير ما بيحبوا الظهور وهذا الشي بيحترموا أنا وهي ما عندها أبدا هدف أنه تطلع بانتخاب وإذا طلعت يمكن بيطلع الأولى بس ما عندها هالشي الحمد لله هي أنا تركهم هني يقرروا اللي بدون إياه وهني بيعرف شو ليزم يعملوا وصلوا لمرحلة بعمر معين الله يوفوهن ويبعثلن إيام حلوة كل ولاد الناس الله يبعثلن إيام حلوة أستاذ وليد هلأ بيناتنا عدا في نسأل أنه هل أنت كنت السبب أنه ست جورجينا غابت شوي عن الأضواء يعني ما شوفنيها كتير عملت إعلانات واستغلت موضوع جمالة لا لا بالعكس رجعتها عيامي شوي يعني قبل ما نعرف بعضه نتجوز جورجينا أغضت قرار وقت جوزت وجيبت علي أنه تربي علي وما بدك كلها لقصص ولما عرضت عليها فيلم أنا رفضت فهي أصلا بعدة عن كل الموضوع بالعكس زواجي منها رجعها أكتر على الساحة وعلى الإضاءة وعلى السوشيال ميديا وعلى محبينا وهذا أنا بشي بقدره لأنه هي أيقونة من الجمال العربي الوحيدة طلعت وأنا مثل ما بقلي دايما بحب جورجينا اللي هي أيقونة الجمال وبحب أم علي اللي هي زوجتي منقلك أكيد الله يخليكم لبعضكم بمؤابة لسابقة لحضرتك كنتنا عم نتحاور حكينا عن موضوع قصة حياتكم معقولة تكون مسلسل اليوم هل هيدا المسلسل رح يبصر النور أو بعض كون مأجلينه بعدنا عم نحكي حنفصل لحاله الملكي لحاله والنجم العربي لحاله بأكتب من حلقة إن شاء الله حنصورها هل رح يكون في مسلسلين يعني مش مسلسل هو اليوم تعرف عم يعملوا طريقة بيشاهد أو النتفليكس عم يحكوا معنا بالنتفليكس وبيشاهد إنه بيعمل على قد ما بيتحمل مشوارك الفني بيعملوا حلقات ممكن ستة ممكن تناعش ممكن عشرة إن شاء الله كل شخص لواح إن شاء الله خبرنا وليد توفيق دايما محب وبيحب دايما النجوم العرب يجو على بلده اليوم شولي السيري بتوجهها لعمره دياب بعد تناعشر سن غياب وبتساعة عشر أوغست بإذن الله عنده حفل اليوم شو بتقله أهلا وسهلا بكل زملائي اللي بحبهم وبيحترمون اللي غنينا ببلادهم إن كان قاظم الساهر إن كان تامر حسني هالفنان اللي أنا تامر حسني عمل حيلي بالبنان واتأجا كمان يعني بيستاهل شاب صغير ونجح بالسينما وقلوا جمهوره عمر دياب نفس الشي وكمان وهالك فوري ابن هالبلد الغالي قدر يثبت إنه اليوم في عنا نجوم بمستوى زملائي اللي عميشوا من برة أهلا وسهلا بيونه هيدا لبنان أنا بقول له مصر اليود الشرق ولبنان امرأة الشرق شأن أم أبينا خبرنا بالنهية شو عم تحضر لجمهورك جديد على الصعيد الفن دايما دايما في جديد هلأ رايح لاتجاه توزيع أغنية الأديم اللي بيحبوها الناس على طريقة الرميكس على طريقة توزيع جديد لأنه الأديم إلو إلو طعمته معا بيروح شكرا لأهلا أهلا وسهلا بيك شكرا لأهلا بيك